اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين النهاردة عندنا في البيت الكبير ضيف من نوع خاص من جيل عمل اشهر منتدى محلية الحقيقة في تاريخ كرة القدم المصرية شباب كتير بيتفرج على قناة النادي الاهلي اكيد عارفين ان تاريخ النادي الاهلي ان سنة 96 النادي الاهلي كان متأخر في الدوري فرق 13 نقطة فرق كام 13 نقطة الجيل ده في النادي الاهلي خاد الدوري مش مثلا لا اخد الدوري في هذه الفترة ايه اللي حصل و ايه اللي بیحصل وبجهة النظر الفنية في هذه الامور معانا نجم الكبير الكابتن مجلي طلبا ايجا كابتن مجلي اشار رحمي بناور سعداء جدا مكانك معانا الله يخليك كله تمام الحمد لله عشان الجيل الجديد طبعا انا عرف ان حضراتكم عارفين الكابتن مجلي ولكن نزيد التعريج socialistزwią نطلع نشوف هذا التقرير عن نجد كبير مجدي طلبة ونرجع نكمل مع حضراتكم لم يكن مجدي طلبة كسائر اللعبين الذين خاضوا تجربة الاحتراف الأوروبي ثم حققوا حلم اللعب للأهل الذي ينتمون إليه ويعشقونه مهما طالت رحلتهم بعيدا عن أسواره انضم مجدي طلبة للأهل بعد رحلة احتراف عظيمة بدأها في صفوف باوك اليوناني وكان قائد فريقه في كأس الاتحاد الأوروبي مطلع التسعينيات ثم بطلا للدور والكأس في بلغاريا بقميص لافسكي سوفيا وبطلا للدور القبرصي مع أنورسوثيس فاماجوستا عام 1995 قدم مجدي طلبة أحد أفضل مواسمه الكروية مع الأهل في موسم ستة وتسعين سبعة وتسعين عندما نجح المارد الأحمر في عمل أشهر ريمونتادة محلية بالتتويج بالدوري بعدما تأخر خلال الموسم بفارق وصل إلى ثلاث عشرة نقطة عن الزمالك واستطاع أن يفوز بالكأس على حساب الجيل الذهبي للمنصورة والذي حل ثالثا في ترتيب أندية الدوري خلف الوصيف الأبيض مجدي طلبة توجى بالدوري ثلاث مرات متتالية مع الأهل وكذلك لقب لكأس مصر ولقب للبطولة العربية للأندية ولقبان للسوبر العربي وظل أحد الأسماء التي يعشقها الجمهور الأهلاوي أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى كابتب مجدي وإحنا بنتفرج على التقرير ده يعني أهم ما يميز هذا التقرير الوضع اللي إحنا فيه والوقت اللي إحنا فيه كمان الفترة اللي حضراتكم كنت متواجد فيها قبل الاحتراف كان 13 نقطة فرق ما بينك وما بين الزمالك ولا كان الزمالك في ذلك الوقت كان الزمالك والنادي الأهلي قدر يأخذ أهم الذكريات اللي تقدر تكلمنا عنها في هذه الظروف اللي إحنا فيها أو اللي يبيجي في دماغك أولا كانت الظروف متشابهة بشكل كبير جدا طبعا الفرق دلوقتي مش لسه موصلش 13 برونتو مش هيوصل مش عدار كده إنما هي القصة كلها في إنه الزروف المتشابهة جدا هو التعامل الفانز مع اللعبة جمهور بس ما كانش فيه ضغوط سلبية كان فيه ضغوط والضغوط إيجابية إن إحنا لازم نكسب وإن إحنا ما ننفعش إن نبقى في الوضع دوت ولازم نخلي بالنا وكان فيه ضغوط من الميديا حتى من الميديا الأهلوية يعني أنا فاكر كويس جدا إبراهيم الميزي كان في الأخبار وكاتب عمود كاتب الزمالك يلعب بروح الفانيلا الحامر الزمالك يلعب بروح الفانيلا الحامر راح جاي كابتن ثابت جايب لنا العمود ده الله يرحمه ورحطت كده خطوط سفرة بالمارك بالماركر قاعد يعلم هلنا كده ورحطت هلنا في القوضة وقابل من يدخل الوضع كابتن تعالوا تفضلوا تشوفوا فكل العيب بقى يدخل يبص كده ويقرأ ويرجع تاني يبص ويقرأ ويجفر هذا كان السوشيال ميديا ساعت هذا السوشيال ميديا بتاعته فكل واحد يخش ويقرأ طيب يخش ويقرأ طيب طبعا إبراهيم بيكتب ده من حبه للنادي وانه في مشكلة جوه النادي طبعا هي القصة ما كانتش عدم الروح أو ضعف الروح في لعبة النادي الأهلي قدم أنت ورد جدا يكون في الوقت ده فيه عدم توفيق فيه اللي تهرمني شوية أنا كنت لسه يعني أنا جيت في السيزون ده في ديسمبر تقريبا وكان صادف سوق حظ في بعض المباريات في بعض النتائج الهولمان كان لسه جديد في التيم من أول السنة لسه فيه شوية حاجات كده بتتلخبك فيه أسباب كتيرة الإدارة تحدث جدا مع أنا فاكر أن الكابتن صالح قال الله يرحمه في الوقت ده يعني كان بيظهر في الأوقات اللي إيه انت عارف يعني مرة جاءنا في القتيل وقال إحنا هناخد الدوري يعني بعد كنا فرق وصلنا للفرق ده بتاعتاشا بموت وقال إحنا هناخد الدوري فطبعا اللعيبة قاعدة ببصل بعضها مش من صعوبة الكلام اللي بتقال لأ من إنه فيه سقة شديدة قوي إحنا هناخد الدوري يعني يعني انت عارف إننا هناخد الدوري فهو علشان عنده خبرات طويلة قوي ونقلها لنا وإحنا بننقلها للي بعدين ففعلاً حصلت إيه هي؟ إن أنت أول ما بتبدأ تكسبه بالدب دب اللي قدامك بيقلق آه خلاص وانسو إيه 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 إليه أنا فاكر أن في السيزون الثاني برضو الناس مش وقدة بالها من الموضوع ده وصل الفرق 9 بنت يعني احنا خدنا الدور لا السيزون اللي بعدي برضو بدأنا ومع الوقت بقى الفرق 9 وصل 9 بنت لصالح الزمالي فاحنا كنا في المنتخب ففي معسكر معسكرات المنتخب حد من اللعيبة في الناس زمالي قال لي اطلع اطلع ورح شاتمني سيبوا الدوري بقى وقالتوا انتوا فرق 9 بنت وتقول لي سيبوا الدوري مش مكسوف قال لي ما السيزوني فاتك انا 13 هنا السيقة اللي بكلمك فيها اللي كان بيكلم فيها كابتن صالح اللي عيبة واخداها وبتنقلها البعض هنا مهم جدا ان انت ما تتزعزعش مهم جدا طبعا مهم ان انت ما تتزبزبش المهم جدا ان انت تبقى عارف انت فين مهما حصل ما تسمعش عشان كده انا كان زعلان جدا من بعض لعيبة النادي الاهلي ان هما بيتأثروا بالله بارح الحقيقة كان واضح كابتن برضو كان واضح التأثر على بعض اللاعبين كان اكثرهم علي معلول الحقيقة يمكن عشان كان هو السبب في الهدف التاني او لم يكن اداءه جيدا في هذه المباراة الاخيرة امام بيراميدز لكن الحقيقة الجمهور اللي عملوا مع علي واللي بيحصل مع علي خلال هذه الفترة انا شفت علي النهاردة يعني اتركت عليها قبل ما ينزلوا التمرين يعني حالته النفسية احسن كتير هذا اللي انوان مستنونوا الجمهور هنا وهول واحده هذا اللي انوان مستنونوا لأنه جمهور النادي الاهلي طول عمرا ميزة النادي الاهلي الكبيرة جدا جدا جمهوره لأنه عمر جمهور النادي الاهلي ما كان بيمثل اداة نق ganz cald او نقطة ضغط سلبية على لعيبة النادي الاهلي نضبونا عمرنا ما شوفناه وبالتالي تجب التretchكية mandate الحكاية دي والحدوتة دي بالرغم من ظهور أجهال جديدة وأنظمة جديدة وأنماط جديدة في التشجيع وكل ده على عنا على رأسنا إنما إحنا دايما بنقول باكتو ذا روتس ماينفعش إرجع للجزور بتاعتك جزور بتاعتك بتاعتناد الأهلي مافيش جمهور بيتعدى على اللعيب أبدا 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 أفكر في مرة من المرات وإحنا بنتمرر حد شتم اللعيب ترفز بشتيمة صريحة الجمهور نفسه خرجوه خرجوه برا المدرد وأنا أتذكر برضو مرة قبل كده كان دي اتحكتلي من الجيل اللي بعدكو اللي قابلي مرؤ ما جينا النادي الأهلي إن الكابت الخطيب كان متواجد في الوقت ده كان نائب رئيس النادي أو كان أنا آسف أمين السندوق في النادي في الوقت ده وكان الفرقة خسرت الكاس تقريبا شادي اللي حكي لي على ما أتذكر وأحد الجمهور برضو انتقد مش شتب انتقد يعني مثلا قال إيه قال المجلي طولبر نهاردة أنت ما كنتش كويس لازم تشد حلك أكتر ولازم تعمل أكتر فاللعيب هو قال لي طبعا لعيب مين بس أنا اللعيب نفسه تأثر تأثر وسيخن فرايح له الجمهور فالكابتن ميسكو كابتن خطيب يعني ميسكو كان موجود معهم لابس التريلينج وموجود ساعتها في الفترة دي قال لهم قال له لا الجمهور يعمل اللي هو عايزه طالما لحق لحق الجمهور برضو عايزة أن أقدي له معلومة هو عارفها أكتر مني أكتر واحد أكتر واحد بيبقى زعلان على ضعب نقطة أو ضعف مستوى أو إيه التوفيق هو اللعيب طبعا أكتر واحد في الدنيا وبيعاكن على المعافي البيت وعلى حوالي أصحابه اللي حواليه صح وبيعاكن على نفسه وبيعاكن أن الدنيا كلها حواليه ما بيستحملش أي حاجة تصار حواليه تزود الضغوط عليه نعم إحنا عايزين عايزين الضغوط تبقى عايزين زي ما بيقول مش إحنا بنقول الجمهور مش فيه لفظ على الجمهور اسمه السابورترز المساندين إحنا عايزين المساندين وأعتقد أنه وقتهم اللي جاي ده وده مهمة جدا بالنسبة لتيمي اللي موجود حاليا في الظروف اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي ده أكتر وقت لازم الجمهور يساند فيه اللعيبة وفي نفس الوقت اللعيبة لازم تساند بعض ولازم كل واحد يعني يكتروا الأعداد مع بعض كتير جدا يخرجوا مع بعض كتير جدا يسيبوا أهل بيوتهم شوية ليومين دول ما فيش ما يمنع خالص ويكتامعوا كلهم مع بعض يروحوا يصهروا هنا يروحوا يأكلوا هنا يتعاشوا هنا يعملوا جروب كبير ويخرجوا فيه مع بعض حتى لو عايزين يخرجوا بأهل بيوتهم يخرجوا يخرجوا نفسهم من الأجواء السلبية ويدخل نفسه في النمط العائلي النمط الأسري بين التيم كله وبعضه كله اللعيبة كلها مع بعض يخرجك متضغط شوية مليون في المية مليون في المية وبيديك أريحية يخليك تنزل بيها ومش يخليك تحط في دماغك اللي بيتقال خالص إذا كان سلبي مش يخليك تفكر فيه خالص وهنعكس عليك إيجابي جوه المرعة حكمل كرامي مع كابت المجدي بس عشان أحد الأصدقاء هي اسمها كده النملة المتوحشة قالت أن أنا نسيت أسأل مسؤولة أسكرت أهم مسؤال ما هو الوقت الذي يستخرجه استخراج عضوية المشجع في تسجيل بياناته وهل من الممكن المشجع يغير الفريق اللي بيشجعه على الموقع أنا سألت الحقيقة الأستاذ عبادة وهو رد علي قال لي الوقت اللي بيتم استخراج عضوية المشجع في تسجيل بياناته ده من يوم ليومين بالكتير من يوم ليومين بالكتير أما بالنسبة أنه ممكن يبقى سهل لمشجع نادي منافس يدخل يسجل بياناته أنه مشجع للأهل وكده يحصل على تذكرة المنافس قال لي أنه في البداية أول خطوة بتجيلك الفان اي دي لما بتجيلك الموافقة على الفان اي دي بيجيلك الفرق اللي انت 18 فريق اللي موجودين في الدوري حضرتك بتختار الفريق اللي بتشجعه مرة واحدة بس مش بتختاره كل مباراة يعني لو انت مش بتشجع الأهلي واخترت الأهلي هتفضل تاخد تذاكر النادي الأهلي طول الوقت بس بس فما ينفعش تروح تشائد بتاخد تذاكر الفريق اللي انت بتشجعه اللي هو غير الأهلي فهمتوا حضراتكم النقطة دي فده كان رد الأستاذ عبادة على هذا الأمر وردنا عليها الحقيقة كل الأسئلة اللي جاي لنا بتسأل الأستاذ عبادة مدير قدارة العمليات في شركة تسكرتي اللي حاولنا نسأله في هذه الأمور علشان نعرف ايه كل الأمور الخاصة بالموضوع تسكرتي فيما يخصه جمهور النادي الأهلي اي سؤال حضراتكم عايزين تسأله ابعتولنا على الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي علشان حبعت للأستاذ عبادة ورمح حضراتكم نسأله على طول في هذا الأمر ويكون الرد موجود طيب كابتن ماجدي ايه الفرق في الدوري زمان ودلوقتي من وجهة نظرك الفرق الرئيسي الجوهري جمهور تمام هذا اللي أنا عايز أصاله ده الفرق الرئيسي الجوهري احنا بنتكلم دلوقتي في العيبة يعني واحد زي محمد شريف ما أعتقدش أنه لعب مباراة قدام جمهور كبير لفترات طويلة يعني هي ماتشات المتخب يمكن وماتشات أفريقيا بس مع النادي الأهلي إنما في الدوري العام أعتقد أنه من ساعة ما بدأ الدوري العام لأن شريف بدأ في 2013 مش كده تقريبا محمد شريف كمسال على جيل يعني أنا أقصد محمد صحيح فيه أجل لكي لأصل عدة الفترة اللي فاتت وفعلت زي ما حضرتك ما شافوش الجمهور فالجمهور بيبقى عنصر مهم جدا لعيب الكورة ومحفز جدا لعيب الكورة جوا الملعب ده 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 نقطة النقطة التانية لا كل حاجة تغيرت تقريبا غالبا يعني بنسجلب من من الأدوات شكل الملعب الوقت أنت بتلعب على ملاعب واستدات متميزة جدا وهيلة يعني ياريتنا نرجع نلعب تاني ياريتنا نرجع نلعب زي زمان طبعا ياريتنا نقدر نرجع نلعب تاني الحاجة التالتة طبعا ده موجودة في لعبة الناد الأهلي وفي لعبة الكورة عموما الصدقات المهمة جدا العائلية بين اللعبة وبعضها ده مهمة جدا بتزود التآلف وبتزود الانسجام بين اللعبة وبعضها أكيد مليون في المية نحن النقطة الاختلاف بقى حاجة تانية كتير شكل المسابقة عدد الفرق تقولي فرق الجمهرية كانت أيامكم أكتر أكتر تقولي كان منصورة موجود المنصورة وصلنا في الفاني الكاس كان تالت دوري أو رابع دوري في الوقت ده كان تيم قوي كان تيم قوي كان تيم منصورة تيم قوي في الوقت ده الفرق عموما كانت في الوقت القناة كانت فرقة قوية جدا جمهورية شبين أنا بفتكر كده كانت صعدت الدوري بس هبطت في نفس السنة أو آخر السنة آخر السيزون هبطت إنها كانت من الفرق جمهورية نعم أنا أعتقد أن الفرق المكانتش جمهورية بس اللي هي المقاولين العرب والألمونيوم تقريبا كان معنا في السنة دي في 95-95 تقريبا هم دول الفرقين البقية كانت منصورة والمحلة والاتحاد والمصري والبلدية والأولمبي والأولمبي أهل الزمالك طبعا لأ وكان فيه فرقة تقريبا نزيزون التاني الراون التاني لأ الدومياط فرقة شعبية آآ فرقة شعبية كان فيه الشمس والله الشمس طلع السنة يدية لبعدها أعتقد لبعدها فما كانتش لسه فرق الشركات مع إنها طورت جدا في الكورة لأنه مع دخول الشركات زادت زادت الأندية وبدأت تضغط الأندية الشعبية والجماهيرية على إنها تزود كمان البجات بتاعتها أنا فاكرا حسن عن ذلك قد أخذي فقامنا كابتن حسن لننذكر كبتن حسن كأن نبيحة كابتن حسن كان رئيس النادي كان نائب ويس النادي و لكن نتكلم في الماديات و نتكلم مع كابتن حسن فطلبنا أننا أعدنا معه و أسامة و شبير كابتن أسامة عربي كابتن أحمد شبير و كان حسام و بريد أعدنا مع بعض فقلنا ركبت أننا أريد أن نزود المرتبات قال لنا أنتم تقبضوا كم؟ ألف و خمس ومائة جنيه كم؟ ألف و خمس ومائة جنيه ألف و خمس ومائة جنيه فقلنا له أنت شايف الدنيا أول فقرح قال طيب هتقول لي أكثر نادي بيقبض و أنا أعطيكم أعلى منه فقلنا أنت عارف أني لا يوجد أكثر نادي بيقبض فالمهم يعني في القصة دي زي العادة ما عرفناش ناخد حق أول بضل مع كابتن حسان و تمام بقى رحيتها جميلة جدا و كل حاجة ورجعنا و اشتغلنا و خدنا الدورة بعدية و خدنا الدورة بعدية كانش عندنا مشكلة في القصة أن احنا نلعب فكرة ده من الحاجات أو من العادات الجيدة جدا أن أنت تقعد و تقول عندك و في الآخر لو لم يقدر يلبي بيقابي يلبي و كانش في مشكلة خالص و كانش في مشكلة خالص و نحن متعودين حضراتكم على كده دا لا مفيش و عندنا مشكلة أن أنت تطلب تقعد عشان تقول وجهة نظر و خلاص و في الآخر بيتقلك الرد و الرد بيتقلك اقتنعت بيه ما اقتنعتش بيه هو ده الرد ده اللي احنا نشتغل عليه أنت كلعيب داخل المنظومة ما تقدرش تشز عن المنظومة ما نفعش تشز عن المنظومة ده مهم جدا 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 إنما لما تكون بتتكلم لحاجة فردية لوحدك برضو بيلاقي قواعد معينة بشكل و معروف و باحترام و وبتفاهم و كل حاجة جدا و اتفقت ما اتفقتش برضو كل العلاقة مستمرة و زي ما هي نفيش مشكلة خالص كابتال ماجدي عايز اخذك في الفريق دلوقت لانه رأك في حمدي فاتحي مثلا اللعب كويس طبا لا حمدي فاتحي لعب كويس جدا كمان مش كويس بس من اللعبة المميزة لعب مؤثر وبعدين بيلعب باكتر من مركز يعني حمدي لو لعبته مساك هيشتغل كويس جدا لو لعبته بين المساكين من تحت في الثلاثة هيشتغل كويس جدا لو لعبته زي ما بيلعب دلوقتي الديفندر هيشتغل كويس جدا لو طلبت منه لو طلبت منه نواحي الهجومية او بعض الوظائف الهجومية هيشتغل ويبقى كويس جدا وهيديها بشكل كويس لانه بيعب دماغه كويس بيجيدي التسديد بيعرفي باصي لا عنده سرعات عنده اكسليريشن اكسليريشن دي تسارع اللي هو يبدأ من العشرة مش مرة واحدة بيزيد بخطوات متسارعة فده دي عنده ومش عند اللي حواليه وعنده لا حمدي المدعيبة المميزة جدا حمدي فتحي رمانة ميزان خط وسط نادي الأهلي تقرير عن حمدي فتحي وفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل معه كابتن مجدي طلبة اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزيزي المشاهدين كابتن مجدي جالك ميسج دلوقتي من صديقنا العزيز هاني إدريس من اليونان رئيس رابطة الجمهور الأهلي في اليونان قال لي امان عليك كابتن اسلام تحياتي صديق المحترم كابتن مجدي طلبة قول له وحشتنا جدا وجمهور باوك مش نسيك لغاية يوم نهازا منتظرينك في أثينا وسالونيكا كابتن مجدي احسن لعب أجنبي في تاريخ نادي باوك في القرن العشرين انت يا كابتن مجدي ما تعرفش او يا انت مش عارف يا كابتن اسلام انا فرحت قد ايه باستضافتك لكابتن مجدي طلبة محبينك في اليونان وفي كل حتة يا كابتن مجدي دايما هنا خليك يا كابتن اسلام كابتن هاني تحياتي لهاني إنسان جميل المصريين دايما انت عارف في الغربة الدنيا بتبقى انا لسه للأسف ما حاضرتش اشرف ان قابله إنما هو بتابعين بعض على الفيسبوك بقى انه فترة هو مقيم هناك ودايما الواحد بيحب المصريين ومعاشين برا يحب يترسلوا مع بعض ويعرفون اخبار بعض ايه كابتن مجدي مجموعة اللاعبين اللي موجودين في الوقت الحالي الحقيقة وكان لهم دور عظيم خلال الاربع خمس سنين اللي موجودين اللي فاتوا يعني في تحيير بطولات مع النادي الأهلي زي بتشوف بقى في عصر السوشال ميديا انت في مباراة بتبقى في سبع سامة وفي مباراة ثانية في سبع عرض ما احنا غايب عنينا التقييم الصح لان احنا احنا خلينا نقول مجملا احنا شعب عاطفي نعم المصريين كلنا شعب عاطفي بنكسب مكسب بتبقى كل الدنيا كويسة وحلوة مفيش مشكلة خالص ما عندناش اي اخطاء ما بنشوفهاش او بلاش نقول ما بنشوفهاش بنتغضعنا بنتغضعنا نفرح بقى اه او بنلعب ماتش يوحش بنبقى مش شايفين غير كل السلبيات اللي في الدنيا ده غلط ده غلط في الكورة عموما او في رياضة عموما في الكورة بالذات مش صح لانك لازم تتعود ولازم لازم نمرة واحد انا وانا في شغلي انا مثلا في التدريب ما بكلمش لعبتي على الايجابيات غير تاني حاجة على الايجابيات تاني حاجة والاول السلبيات اللي حصلت في المباراة ليه عشان ما تتنسيش اوكي عشان المشاكل دي لانك الاجابات اللي انت عملتها هتتمرن عليها وهو انت عارف الاجابات اللي انت عملتها اوكي انما السلبيات ممكن مكونش اواخد بالك صح فلازم انا حطلك فوكس عليها حطلك على تحتها خطين عشان تفتكرها واشتغالك عليها عشان تخلص اوكي عشان ما تتعملش لانا انت بتبقى دايما في حالة عايز دايما تتطور عايز دايما في حالة تطوير السنة اللي بعد ما خد فيها الدوري كان ضرب غطس في الاول صح اه برهيب وما كانش داخل لغاية اخر الاربع خمس اسابيع مش داخل الشامبينز ليك ايو تحت حصلت تفرة مش السنة دي كمل اللغاية كده ودخل بدأ التصحيح بتاعه في اخر الاربع اسابيع خمس اسابيع دول ووصلت السنة اللي بعدها اللي هي المسلم اللي فات ده بنفس لغاية اخر السنة بشكل جديد كل ده ليه عالج الاخطاء لانه شايف الاخطاء وعالجها فاحنا احنا جمهورنا لازم يخلي باله من دي ولعبتنا تخلي بالها من دي واكيد الفترة اللي جاية كل لعيب عنده خطأ بيحاول يتغاضع عنه والجهاز الفني على اعلى مستوى اللي موجود المفروض بيصحح الاخطاء دي كلها وان شاء الله بإذن الله بقى في الطريق اللي احنا عالي معلول كابتن تعرض اليومين ثلاثة اللي فاته لحاملة كبيرة جدا ولكن كيف يستغل بقى عالي معلول من وجهة نظرك طبعا انت كنت يعني ما بتلعبش بك لفت لكن يعني بتلعبش مالك يعني يستغل كيف يستغل بقى عالي معلول خبرته ودوره المهم كلاعب من اللاعبين الكبار في الفرقة شيئنا ما بينه عالي معلول من 2016 على ما اتذكر كم سنة وثمان اربعة ست سنين اهو في النادي الاهلي وبالتالي له دور مهم كقائد من اللي موجودين انا لو من علي مقلقش خالص ولا من جمهور ولا من اي حاجة ليه بس الحمد الله زي ما قلت اصل علي اللي رصيد واللعب اللي ليه رصيد ما يقلقش ما يخافش رصيده طويل وكبير يعني الخطأ المرة اللي فاتت مش مشكلة وعلى فكرة حتى الانتقادات زي ما خد كل الشكر والسناء اللي حصل له والإشادات اللي حصلت له من كل الجمهور المصري بعامة وجمهور النادي الاهلي خاصة فهو اكيد لعب محترف ومثقف ويقدر كويس جدا يستوعب ان الفتح الفترة اللي فيها اللعيب بيبقى فيها دروب بيستحمل اللي موجود وبيشتغل على نفسه عشان يرجع ويشتغل تاني مظبوط ما ننساش ان علي في بعض الفترات حصلت له إصابات ودي برضو من علي من البناء أدمين اللي حساسين شوية برضو بحرابيض وتونس وعرب اللعيب العربي نفس فهو المفروض انه يخرج نفسه بسرعة من القصة دي والفرصة دايما موجودة ولو حصل مشاركة في الماتش اللي جاي هتبقى اكبر فرصة انه يخرج من كل اللي موجود ده طيب ريكاردو سوارش طبعا مش هسألك عنه لانه محدش هيقدر يتكلم عن ريكاردو لكن كيف يتعامل في مثل هذه المباراة المباراة القادمة المباراة النهائية هو في الوقت ده هكلمك كراجل اشتغلت مع خواجات كتير اعرف دماغهم بتتفكر ازاي هو جاي يشتغل بأسلوبه بطريقة فورد جدا انه هو عشان بقاله فترة قريبة وقصيرة فيبقى حاطت في ذهنه انه هو مهما خطأ هيبقى عنده المبرر انه لسه داخل على التيم جديد فهيبدأ يعمل هيبدا يشتغل بنفس الاسلوب اللي هو بيشتغل بيه اللي هو عاوزه عشان عشان يساستم الموضوع مش مهم عنده يخسر ماتش أو ماتشين أو ثلاثة انما في نفس الوقت يبقى عارف ان التيم ماشي على التراك اللي هو عاوزه مظبوط مايعودش يطلع وينزل وينزل ده بعض المدارس اللي بتشتغل كده همشي بالاسلوب بتاعي واخطأ النهاردة وبكرا اقل الخطأ بعده اقل اقل وبعده يعني مع الوقت لغاية تم توصل ده مدرسة هو هيبقى منها مش عارف المدرسة التانية انا القصة دلوقتي عندي ماتش ببطولة يبقى اذا هشوف ايه احسن الظروف اللي تخليني اشتغل بيها الماتش ده عشان اخده واكسب بيه البطولة اللي بيها ممكن المعنويات بتاع تيمي تتعلم الجمهور بتاعي يبقى معايا اكتر من قبل كده وفي نفس الوقت اقدر اكمل بقية الماتشات اللي بعديها بشكل ايجابي وافضل فهنا لازم يسمع للحوالية الدين هتبقى ماشي ازاي المفروض انه هو لغاية دلوقتي يكون شاف اكبر نسبة ممكنة من الماتشات اللي فاتت عشان يحط عشان يحط ايده على المفاتيح اللي لانه وارد جدا خلي بالك اسلام في نقطة مهمة عندك هنا دايما الانطباع الاولاني بيدوم فالانطباع الاولاني اللي هو خده من اول ماتشين ثلاثة على بعض اللعيبة في الوقت اللي هو جي فيه ممكن يبقى سلبي لو تفرج على الماتشات اللي قبل كده ممكن تتغير وجهة نظره يقولك لا صح ده عنده الموضوع الوقت ده فيه ممكن يكون فيه واحد اتنين ثلاثة اربعة نبدأ نعالجها بالحوار مع التيم اللي معايا ونقدر نشتغل نشوف القصة دي تبقى فيها ايه انه هنا هيحط ايده على اللي هو عاوز يعمله او يفكر فيه انت اني مدرسة يا كابتن فيهم حضرتك يعني كمدير فني ماتش ببطولة لازم اشتغل عليه لوحده مهماك حتى لو عكس افكاري لو كل حاجة لو ماتش ببطولة تسعين ديها ببطولة او مئة وعشرين ديها ببطولة او اشتغلها الوحدية بالوضع اللي انا موجود في دلوقتي انما لو في الدوري لا هتاني ماشي ماتش ببطولة دايما هناك عدد من اللاعبين او عدد من المدير الفنيين بيحبوا مثلا ستوبر ناحية الشمال بيسهله جزء كبير من حتى بناء الهجمة ايمن من مدرسة كورفر في مدرسة كورفر دايما نحن بنعلم الولاد من صغيرين بنعلمه ازاي ازاي مدرسة كورفر دي كورفر ده كان مدرب عندنا نظريت كورفر دي معروفة في العالم كله كورفر اشهر مدرب ناشئين في العالم هو اللي غير مفهوم الكورة في العالم كله كورفر لان الكورة من قبل كورفر كان الانبنين مساكين بينطحوا ويديوا شلاليت وحاجات كده والباكات من عندها تتحط الكورة في الحتة الفلانية وشكرا انما مفاتيح اللاعب والباكة الحرمية كل ده كورفر كورفر علم من اللاعبة كلها تلعب كورة فجاءت المدربين عشان تستغل ده وبدأ ده يتطور معهم ويتطور ده في طور اللاعب وبدأ يبقى الباكة يخش من الهافة في حصة الملعب حاجات كتيرة يعني عشان من منضيعش الوقت فايمن عنده حتة البداية من تحت مظبوطة التشيب باص بتاعه مظبوط اللونج باص بتاعه مظبوط ايمان عمل أكثر من اكتر من اسيست في الفترة اللي فاتت دي كلها ايمان كان عنده مشكلة استيل موجودة شوية بتروح وترجع على فترات بتروح وترجع على فترات ايه انا بشوف ايمان مركز امتى لما لايه التهور اعرف ان ايمان مركز اول ما التهور يزيد اعرف ان ايمان تعبان شوية أو مش بركز مزبوط مجهد مجهد اللي جاد عنده بخليه يخش اللي جاد بيبقى زهني أكتر ضده يا كابتب من عضلي اعتقل او الزهني بيؤثر على العضل ما هو ده فيخليك تعمل الحاجات اللي انت بتركز انت بتعملهاش ايو بالضبط كده فهي دي القصة انما ايمن ايمن طبعا لعيب أثر بشكل كبير جدا في التيم في الفترة اللي فاتت وانا افضل ان ايمن نلعب مساك نحة الشمال لما نلعب بتلات افضل كتير ونخلي معلول او اي حد من اللي بيشتغل في الحتة دي لو المعلول مش جاهز يبقى هو نفسه يقدر يبقى مغطي وقافل للدنيا كويس ومؤمن وتبقى الدنيا سهلة جدا ولما اشتغلناها فترات طويلة كان مؤثر بشكل ايجابي جدا وممكن يبقى هو مفتاح لعب جاي من تحت خالص ما حدش اخد باله منه بتفرق كتير جدا ايمن اشرف واحد من اهم اللاعبين في نادي الاهلي ناحية الشمال خليد يطلع نشوف هذا التقرير عن ايمن اشرف وبعد هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل نرجع بقى كلمات هامة جدا من النجم الكبير الكابتن مجدي طلبة لجمهور الاهلي وللعاب النادي الاهلي قبل هذه المباراة المهمة جدا اهلا وسلام بحضراتكم مرة اخرى عزيزي المشاهدين كابتن مجدي قبل ما اسألك وتوجه كلامك لجمهور ولعبين النادي الاهلي اسألك برضو الاهم نقاط القوة الموجودة في نادي الزمالك هذا الموسم مدربه 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 محترم يجيد جدا قراءة المباريات يجيد التعامل معها صغيرها وكبرها ده اللي بين لنا جدا عارف قدرات لعبته كويس موظفهم بشكل جيد جدا وعارف امتى يستغل اللعبة بتاعته في التوقيتات ده برضو مهم جدا الحاجة التانية شايف ان النادي السنة دي نادي زمالك نقطة قوته الاستقرار بتاعه ما عندهمش الفرقع اللي بتحصل قبل كده في الفترات اللي كانت موجودة قبل كده التصراحات اللي هنا واللي هناك فده مديهم نوع من النوع الاستابلتي شوية الحاجة التالتة انه نجومه سبتين المستوى ما عندهمش حالة تزبزب المستوى اعتقد برضو من ضمن انا وجهة نظري انه من ضمن نقاط القوة اللي موجودة في ناليزة بالك انه هو لم يصل الى انهاء دول الابطال ما هو خلي بالك انت هنا عنده الفترة الفترة بتاعت اللي انت اشتغلت فيها مستمر هو فراحة ما دي مهمة طبعا ما دي مهمة جدا ما دي اهم وجهة نظري انها اهم لبطال قوة ومن الاستفادات بتاعتها كمان انه قدر يشوف لعبة من اللعبة الصغيرة اللي طلعته وقدت بشكل جدير وعملت شغل كويس وفي نفس الوقت النتائج سعادته انه ياخد الاعلى مستوى او اعلى نسبة اداء منهم اللي عاد عليهم بالثقة بعد كده فدي هما ودي النقطة المهمة جدا في قوة نظم مالك الوقتي انه عندهم ثقة الماتشات اللي انت عارف مكسب يجيب مكسب يجيب مكسب طبعا فبيزود الثقة المكسب بيزود الثقة فدي من النقطة القوية عند نظم مالك نقاط الضعف بقى اجبت من نوبة نظرك نقاط الضعف انه في معظم الماتشات ما بيسجلش في الشيط الاولاني بالرغم من انه بيشتغل بشكل استحواز انما فرص فرص تهديف بالنسبة للاستحواز قليلة فدي برضو ممكن كتيم نادل اهلي وقدرة التيم نادل اهلي وقدرات التيم نادل اهلي يقدر يستغلها بشكل كويس جدا نقطة الضعف بتاعته انه عنده حراسة المرمى فيها مشكلة بس عواد ماشي كويس جدا عواد ماشي كويس جدا ما تعرفش لو قدر الله حصله اي حاجة مليش بديل البديل بتاعه التالت لان ابو جبل عنده مشكلة فممكن تبقى من النقاط الضعف ورد جدا نقاط الضعف اللي موجودة تانية عندك نحي جنب اليمين في خط الظهر وتقدر تشتغل عليها كويس جدا اي حد يشتغل فيها هناك الدنيا بتبقى فيها مشكلة تقدر تستغلها بشكل ايجابي جدا تعظف حد من عندنا بالشكل الامثل تقدر تشتغل عليها كويس جدا برضو مش بقولها تكون معايا وبكرة حيبقى تقديم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر فيتوريا اي رأيك فيتوريا عنده اسم كويس هنا انتكملت المثلث الضلع التالت للمثلث بالمدرسة البرتغالية اهل زمالك منتخب مصر فبقى عندك السواد الاعظم من اللاعيبة المحلية اللي بيتاخده لمنتخب مصر مدرسة واحدة فانت هنا مش هبقى عندك فيه تفاوت في المفاهيم او في الافكار دايما المدرسة الواحدة بتنتج افكار شبه متشابهة فانش اختلافات كتيرة الاختلافات مش تبقى كتير هتبقى قليلة فده يستفيد منه المنتخب بالزبط والتواصل اللي هيبقى ما بين التلات كوتشات التلاتة بتوع الاهل والزمالك وال اللي اتنم مع فيتوريا مع فيتوريا هيبقى اكيد لصالح المنتخب المفروض واللي هيأثر به بالشكل الايجابي شايفوا حاجة ايجابية انا شايف طبعا ايجابي ايجابي في المرحلة اللي احنا فيها بمناسبة دلوقتي الاهل مدير فني برتغالي والزمالك مدير فني برتغالي ده شكله جاي بالزبط بالزبط هو كمان نفسه هو السي في بتاعه كويس السي في بتاعه كاكوتش كويس بنتمنى ان شاء الله بإذن الله التوفيق المنتخب منتخبنا ان شاء الله بإذن الله عشان الفترة اللي جاية محتاجين شغل كتير كابتن اخيرا لو هتوجه رسالة اولا لجمهور الناد الاهل السانية لللاعبين في ظل هذه المباراة صعبة جدا ان شاء الله يوم الجمعة يوم الخليسة نازمة جهورنا دي الاهلي هقول له خليك زي ما احنا متعودين عليك دايما في الاوقات الصعبة اكتر مساندة للتيم من الاوقات السهلة كالعادة فما تكسرش عادة دي اجيال ورا اجيال زي ما بيقولوا بيسلموا البعض الرايا والرايا معروفة لاعبين ومدربين وإداريين وجمهور لعبت النادي الاهلي بقول له دايما النادي الاهلي لما بيحصل فيه كاب وفماتش الماتش اللي بعدي بيبقوا مستنيينه من بعد ما بيخرجوا من كاب وفماتش اللي احنا ويعنا فيه او خسرنا فيه بيبقى مستني الماتش اللي جاي بسرعة عشان اقدر انا نفسي انسى واللي حواليا ينسوا اللي حصل الماتش اللي فات خاصة لما يبقى الماتش اللي جاي ببطولة هتبقى حاجة كبيرة جدا عندنا قدرات كبيرة عندنا ثقة كبيرة بنلعف أكبر فرقة في الشرق الأوسط كل دي معطيات تخليني وتأهلني اني انا ابقى موجود الادارة موفرة كل حاجة في الدنيا المساندة موجودة ليكو من كل حد في الدنيا العب بدون قلق العب واشتغل شغلك اشتغل شغلك اللي احنا عارفينه منك واللي انت تقدر تخرجه بس مش عايز منك اي حاجة يعني ما تفكرش في المكسب ما تفكرش في النتيجة فكر ان انت تخرج من طقتك يعني كان عندنا كوتش بيقول لنا في مرة من المرات كان ماتش صعب عندنا ماتش صعب قال عندنا ماتش صعب مش محتاجين مية في المية من كل واحد محتاجين مية وعشرة في المية من كل واحد بحيث ان العشرة في المية بتاعت كل واحد الزيادة لما تجمعها هتدينا في الاخر مية في المية واحد زيادة فننزل نشتغل لازم عشان نخرج نفسينا نخرج كل اللي جوانا لازم عندنا واحد زيادة الواحد زيادة ده كل واحد يطلع اكتر من عنده 10% فده مطلوب من لعبة النادي الاهلي اللي جاي الماتش اللي جاي تطلع من عندك 110% ماركش دعو بنتيجة تفكرش في نتيجة فكر ان انت تطلع 110% انا مشكورك جدا يا كابتن مجدي على وجودك معنا استمتعت جدا جدا بوجود حضرتك وان شاء الله ربنا يكرمنا يوم الخميس وتبقى مراتليك باسم النادي الاهلي وباسم العيد النادي الاهلي شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن مجدي طلب انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير